نعملين بكورس الـ Networking Level 2 وبهيدي الأبيزود رح نحكي عن الفرسيون 1 من البروتوكول RIP طويل شوية رح تكون الابيزود 5 بس كمان رح قصم كل بارتي بفيديو مثل العادة منبلش بإترودوكشن سريعة RIP V1 هو Distance Vector Class for Routing Protocol هالبروتوكول تم تطويره من Xerox Network System بآخر السبعينة بوقتها كذا فندر بالسوق كان يضع البروتوكول الذين كانوا مختلفون عن الـ RIP بعدين في 1948 كل شيء صارت تحت الـ RFC 10-58 لكن لماذا نعرف عن الـ RIP إذا هالقد قديم؟ أولا لأن بعضهم مستعمل لليوم أولا يساعدنا نفهم الـ Fundamental Concepts خصوصا وقت نعمل كمباريزون بين الـ RIP V1 و الـ RIP V2 نعمل كمباريزون بين الـ RIP V6 وهو ربوتوكول يمشي مع الـ IPV6 وقبل أن ننتقل إلى الـ RIP V6 دعونا نوضح كم شغلة أولا من الـ RIP V1 من الـ RIP V1 لنميزها عن الـ 2 من الـ RIP V2 ولكن نريد أن نتحدث عن شيء موجود بشكل موجود بشكل موجود سنقل إلى RIP V1 أو RIP V2 موسيقى هذه كانت بـ Part 1 موسيقى سريعة عن كل هذه الأبزاد الآن في Part 2 سنقل إلى الـ RIP V6 وموسيقى موسيقى 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 موسيقى